بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد على آله و صحبه و سلم أجمعين السلام عليكم و رحمة الله و بركاته حياكم الله أخواني و أخواتي الطلاب مادة البحث و مصادر المعلومات اليوم بإذن الله سوف نتناول أسئلة تقويم الوحدة الرابعة سوف نقوم بإذن الله بالإجابة على أسئلة تقويم هذه الوحدة التي هي الوحدة الرابعة و من المتوقع بعد نهاية تدريس هذه الوحدة أن يكون المتعلم قادرا على أن يوضح مصادر المعلومات يتعرف على أهم أنواع مصادر المعلومات و يستخدم أبرز مصادر المعلومات لو استذكرنا ما تحدثنا عنه في هذه الوحدة الرابعة لمصادر المعلومات و مهارات استخدامها تذكرنا أن مفهوم مصادر المعلومات تحدثنا عن هذه المفهوم و أيضا تحدثنا عن أنواع مصادر المعلومات تذكرنا أن مصادر المعلومات منها التي هي تكون الوثائقية المكتوبة المسجلة أو المصورة و التي ذكرنا أنها تنقسم إما بحسب نوعها أو بحسب الشكل أما من حسب النوع فهي لدينا مصادر المعلومات وثائقية مرجعية و لدينا أيضا مصادر المعلومات وثائقية غير مرجعية المصادر المعلومات أو مصادر المعلومات الوثائقية المرجعية ذكرنا من أمثلتها أنها الموسوعات، المعاجم، التراجم، الأدلة، أيضا الأطالس أما مصادر المعلومات وثائقية غير مرجعية ذكرنا منها الكتب الرساعة الجامعية المقالات العلمية والمخطوطات هذا بالنسبة لحسب النوع أما بحسب شكلها فذكرنا أن هناك مصادر معلومات وثائقية مطبوعة وهي المكتوبة أو مسجلة تكون على ورق أما مصادر المعلومات وثائقية أيضا لدينا مصادر معلومات ثانية وثائقية إلكترونية وهي تكون مخزنة على وسائط حفظ أو منشورة على الإنترنت من أمثلتها طبعا أمثل على مصادر المعلومات الوثائق الإلكترونية لدينا قواعد المعلومات الإلكترونية الفهارس الإلكترونية للمكتبات الرقمية والمكتبات الرقمية بعد أن تعرفنا ما تناولنا أو تحدثنا في هذه الوحدة الرابعة الآن بإذن الله سوف نقوم بالإجابة على أسئلة تقويم هذه الوحدة لدينا السؤال الأول من خلال فهمك وضح مفهوم مصادر المعلومات ما الذي يقصد بمصادر المعلومات؟ ما هو؟ يطلق مصطلح مصدر المعلومات على أي مورد نحصل عن طريقه على معلومات ذكرنا لكم هذا الكلام سابقا بأن أي مورد تحصل عليه من خلاله هذا يعتبر مصدر للمعلومات أيضا إما هذا المصدر إما أن يكون ماذا ذكرناه يعني يشمل هذا المفهوم على أي جميع مصادر المعلومات سواء كانت الغير وثائقية والتي هي مثل الملحوظات الشخصية المصادر الشفاهية مثل المناقشات والخطب والمحاضرات وأيضا أما أو تشمل مصادر المعلومات الوثائقية التي هي مثل ماذا؟ المكتوبة أو المسجلة أو المصورة إذن هذا هو المقصود بمصادر المعلومات لدينا السؤال الثاني ناقش الأسئلة الآتية هل مصادر المعلومات غير الوثائقية غير مهمة؟ ذكرنا أن هناك مصادر المعلومات وثائقية وغير وثائقية غير وثائقية لا تكون طريق مثلا بشفهية أو بالاستماع هل هذه المصادر التي نحص عليها هي غير مهمة؟ ما رأيكم؟ إذن إجابة هذه الفقرة الأولى طبعا لا فهي لأنها مصادر المعلومات طبعا غير منشورة تهتم في نقل المعلومات الأخبارية والاستشارية المتعلقة بمختلف نواحي الحياة اليومية ويمثل هذا النوع من مصادر المعلومات قطاعات لا يستهان به في نظام الاتصال المعرفي سواء بالنسبة للشخص العادي أو بالنسبة للباحث المتخصص في مجال موضوعي معين بعد ذلك لدينا الفقرة الثانية ما هو الفرق بين مصادر المعلومات المرجعية و مصادر المعلومات غير مرجعية؟ لأن ذكرنا لكم قبل أن هناك مصادر المعلومات مرجعية و مصادر المعلومات غير مرجعية إذن إجابة الفقرة الثانية نرى ذكرنا مصادر المعلومات المرجعية والتي هي تحوي معلومات تكون غير مترابطة وفق ترتيب معين وهي عادة لا تقرأ من أولها إلى آخرها وهذه ذكرنا لكم سابقا أنها تستعمل عندما مالا يعني هذه الأوعية أن غالبا لا تستطيع أن تقوم بقراءتها من أول إلى آخر بينما تقوم إذا يعني الوصول إليها أو عملية البحث إذا أردت أن تبحث عن معلومة معينة إذن تستعمل عندما يراد البحث عن معلومة محددة مثل ماذا؟ مثل شرح مصطلح أو معنى كلمة أو سيرة شخصية طبعا هناك عدة أنواع لها ذكرنا أنه من أهم أنواعها هي ماذا؟ الموسوعات، المعاجم والتراجم أيضا والأدلة هذه بالنسبة لمصادر المعلومات المرجعية طيب ما الفرق أيضا ما هي مصادر المعلومات الغير مرجعية والتي هي ماذا؟ ذكرنا أن هي مصادر تحوي على المعلومات تكون وأفكار مترابطة بمعنى أن لو أتينا إلى هذا الوعاء تستطيع غالبا أنك تقرأ من أول إلى آخر وعناوينه مترابطة ومتسلسلة يمكن أن تقرأ من أولها إلى آخرها مثل ماذا؟ مثل الكتب، الرسائل الجمعية، المقالات العلمية والمخطوطات هذا بالنسبة للتساؤل أو الفقرة الثانية نأتي الآن إلى نناقش السؤال الفقرة الثالثة والتي هي لماذا اتجه غالبية الباحثين إلى طلب المعلومات من مصادر المعلومات الإلكترونية؟ ذكرنا أن هناك سابقا هناك معلومات، هناك عمليات البحث سواء الفارس أو الفارس التقليدية التي استبدلت غالبا من فارس الإلكترونية لماذا معظم المستفيدين أو الباحثين لديهم الرغبة بعمليات البحث الإلكترونية؟ لأنها طبعا تصدر في أشكال متعددة، إمكانية الاستفادة من محتوى ومصادر المعلومات بصورة أسهل وأفضل من المصدر المطبوع، أيضا هي توفر وقت وجهد الباحث أيضا مرونة التحديث وسهلة النشر، إمكانية البحث داخل المصدر الإلكتروني غالبا أن العمليات البحث بالمصدر الإلكتروني هي تكون أسهل من المصدر المطبوع بعد أن هنا سؤال الثاني، ننتقل إلى السؤال الثالث تحدث بأسلوب موجز عن مميزات قواعد المعلومات أنها تحتوي أو من مميزاتها، ماذا؟ الدقة السرعة أيضا أنها تقوم بتغطية الإنتاج الفكري وأيضا تمتاز بحداثة المعلومات وتوفير المعلومات السؤال الرابع، ماذا يقصد بقواعد المعلومات العامة؟ نذكرنا أن هناك قواعد معلومات عامة ومتخصصة قواعد المعلومات العامة، ما المقصود بها؟ هي قواعد بيانات تستخدم كمرجع أساسي في مختلف الموضوعات والتخصصات ولمختلف المؤسسات والأفراد في شتى أنحاء العالم السؤال الخامس عدد ثلاثة من العوامل التي تدلل بها على أهمية قواعد المعلومات يعني ما الأهمية من هذه القواعد المعلومات التي ذكرناها لكم سابقا؟ أنها تكون مرجع أساسي للطلاب والباحثين في التحصيل العلمي هي يعني بالمقام الأول هي تعتبر أي باحث يريد أن يجد معلومات هي تعتبر مرجع أساسي له أيضا هي مصدر متجدد للمعلومات المتخصصة في كافة المجالات أيضا هي مصدر للتعليم المستمر للباحثين السؤال السادس بماذا تختلف قواعد المعلومات العامة عن المتخصصة؟ بعد أن تعرفنا قبل قليل الذين تساؤل بمفهوم قواعد المعلومات العامة ما الفرق بينهم؟ قواعد المعلومات العامة هي القواعد البيانات التي تستخدم كمرجع أساسي في مختلف الموضوعات والتخصصات ولمختلف المؤسسات والأفراد تكون في شتى عن حال عالم أما قواعد المعلومات المتخصصة هي قواعد بيانات تستخدم كمرجع أساسي في كثير من العلوم والموضوعات المتخصصة في مختلف مجالات المعرفة البشرية لدينا هذا السؤال ضاع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة إما يأتي تعد قواعد المعلومات من أهم الأدوات المساعدة في توفير المعلومات ما رأيكم؟ هل هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ هل تعد قواعد المعلومات من الأدوات المساعدة للحصول على المعلومات؟ طبعا بالفعل نعم إجابة صحيحة تعد قواعد المعلومات المتخصصة مرجع أساسيا لكثير من العلوم والموضوعات المتخصصة ممتاز طبعا إجابة صحيحة تعد قاعدة معلومات دار المنظومة من قواعد المعلومات العامة ذكرنا أن هناك ذكرنا أدة قواعد معلومات من ضمنها دار المنظومة وهذه القاعدة هي عامة أم متخصصة؟ ذكر لك أنها تعد هي من القواعد معلوماتها العامة ممتاز هي من القواعد معلومات المتخصصة إذا الإجابة هنا خاطئة لدينا هذا السؤال التالي ماذا يقصد بمصطلح الفهارس الإلكترونية؟ ما المقصود بالفهارس الإلكترونية؟ والتي هي ماذا؟ هي تعتبر ماذا؟ هي أداة بحث متاحة على الإنترنت تصف مصادر المعلومات في قوائم مرتبة تكون هجائيا وترتيبها والتنظيم الجيد لها واسترجاعها ومن ثم إتاحتها للمستفديد ذكرنا لكم أن نبحث بأحد هذه الأدوات التي وفرتها لنا هذه المكتبات الرقمية المتاحة على هذه الفهارس الإلكترونية عدد اثنين من وظائف الفهارس الإلكترونية ذكرنا أن هناك عدة وظائف تقدمه لنا هذه الفهارس الإلكترونية التي هنا يدمنك أن تذكر اثنين فقط الفهرس بوصفه قائمة حصر أو تسجيل للمواد المكتبية في مكتبة معينة اثنان الفهرس بوصفه أداة للإسترجاع أو تحديد مكان مواد معينة في مجموعة المكتبة السؤال العاشر بين الدور الذي تمثله الفهارس الإلكترونية من حيث أهمية ما دور هذه الفهارس من حيث أهمية ما أهمية هذه الفهارس سكرنا أنه ماذا؟ يعني لأن كثرة مجموعات المكتبات من مصادر المعلومات كثرة الموضوعات التي تتناولها مصادر المعلومات توفير وقت الباحث وجهده في الوصول إلى مصادر المعلومات حاجة المستفيدين في الحصول على مصادر المعلومات أيضا نكمل من أسئلة تقويم الوحدة هذا السؤال التالي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة مما يأتي أولا تكمن أهمية الفهارس الإلكترونية في توفير الوقت والجهد للمستفيدين إذن تقدم لنا هذه الفهارس الإلكترونية أو من أهميتها أنها توفر الوقت والجهد هل هذا الكلام صحيح؟ ممتاز إلى الكلام إذا جابه صحيحة من أهم مميزات الفهارس الإلكترونية التعاون بين المكتبات ذكرنا لكم أن هناك عند مليئات البحث هناك تعاون أو نتائج بين المكتبات من مكتبتين إلى أخرى إذن هذه الإجابة صحيحة يعد البحث المفتوح أحد أهم أساليب البحث في الفهارس الإلكترونية ذكرنا أن هناك عدة أساليب لو رجعنا قليلا لنقطة التي ذكرناها أن أساليب البحث في هذه الفهارس ضمنها البحث بالعنوان البحث بالمؤلف البحث بالموضوع ومن ضمنها أيضا البحث ماذا ما يسمى بالبحث المفتوح ممتاز إذن إجابة هنا صحيحة لدينا التساؤل التالي ناقش بإيجاز خدمة الاستشارات التي تقدمها للمكتبات الرقمية يعني هناك عدة خدمات للمكتبات التي تقدمها لنا المكتبات الرقمية من ضمن هذه الخدمات أنها ماذا؟ لدينا ما يسمى بخدمة الاستشارات الموجودة في هذه المكتبات الرقمية وهذه وضعات لأجل ماذا؟ لأن المكتبات ومراكز المعلومات هي تقدم المكتبات الرقمية خدماتها الإلكترونية بسرعة وكفاءة في مختلف المجالات والموضوعات لجميع فئات المجتمع ومن بين الخدمات التي تقدمها للمكتبات الرقمية خدمة الاستشارات حيث يسهم فيها خبراء من مختلف ميادين المعرفين بمعنى أن هناك خبراء يقدمون لك ما يسمى باستشارات المعرفية لدينا أيضا هذا السؤال التالي يريد منك أن تعدد ثلاثا من أهداف المكتبات الرقمية هناك أهداف يريد منك أن يعدد ثلاثة منها الإسهام في إنتاج المعرفة وتقاسمها دعم المجتمعات في قطاع البحث والتعليم أيضا تلبية احتياجات المستفدين المعلوماتية لدينا هذا السؤال أيضا التالي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة مما يأتي تدعم المكتبات الرقمية إمكانية التفاعل مع المستفدين هل هذه الميزة أو الخدمة موجودة في المكتبات الرقمية ممتاز؟ نعم موجودة توفر المكتبات الرقمية الكمل هائل من البيانات والمعلومات يعني بمعنى أن إذا أردت أن تبحث عن أي وعاء هل هذه المكتبات الرقمية تقدم لك الكمل هائل من المعلومات؟ نعم طبعا بالفعل نعم لدينا هذا التساؤل أيضا التالي لا تتيح المكتبات الرقمية للمستفدين حرية الوصول إلى المعلومات عن بعد هل هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ لا تتيح المكتبات يعني أنك لا تستطيع أن تصل إلى المكتبة وأنت مثلا في المنزل أو عن بعد هل هذا الكلام صحيح؟ هي مكتبة الرقمية من مسمى ذكرنا أنه تستطيع الحصول إلى أوعية المعلومات دون الذهاب إلى مقر المكتبة لأن هنا الإجابة خاطئة إذن نكون بذلك هنا هذا الدرس هذا وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين